تتميز محافظة دهوك بخلو أسواقها من العنب المستورد لكثرة وجود الأصناف التي تنتجها المزارع في المحافظة التفصيلات في تقرير يوسف المندلاوي يكاد لا يعلم رشيد صاحب مزرعة في منطقة باكيري بمحافظة دهوك عدد أصناف العنب التي تنتج في مزرعته بعد أن قام بتوسعتها لتضيف إليه في كل موسم أصنافا مختلفة من المنتوج وبنوعيات يغلب عليها الجودة يؤكد رشيد أن وصف مزارع دهوك بسلة العنب تستحقها المدينة عن جدارة مزرعتي ذات الثلاثين دونما مليئة بأشجار العنب قمت بتوسعتها عندي مئات الأنواع من أشجار العنب وأعتقد أن دهوك سلة عنب ليست للإقليم فقط وإنما للعراق ككل لا يوجد في أسواق دهوك عنبا مستوردا وهذه خاصية تحسب للمدينة فهناك أكثر من 150 صنفا تتوفر أغلبها في الأسواق المحلية كما يشير بعض المزارعين أجود أنواع العنب التي أقوم بزراعتها هي الكمالي والطائفي والزيتوني ولدي أنواع أخرى مثل العنب الأسود الذي ممكن أن يستخدم لإنتاج الزبيب لكن هذه الوفرة من المنتوج لم يكن عاملا مساعدا في انخفاض سعره لذا فالمواطن يشكو من ذلك سعر الكيلو يتجاوز الألف ونصف لبعض الأصناف ويتجاوز الثلاثة ألاف دينار للأصناف الأخرى هذه الأسعار تبدو عالية بالنسبة لمحصول يزرع في محافظتنا المشرفون الزراعيون في دوهوك يبدون ارتياحا لوصول مزارع مدينتهم إلى مستويات عالية في إنتاج العنب مع الإقرار بأن ثمة طرق يمكن أن تقوم بها زراعة كردستان لاستيعاب الفائض الإنتاج من المحصول كبناء مصانع تعليب وتطوير الجانب التسويقي وزيادة الدعم الحكومي للمزارعين الفلاح يعمل ويتعب في سبيل حصول على الإنتاج ولم يكون هناك إنتاج جيد وعدم وجود السوق فلا يوجد لدينا مخازن مبردة كبيرة يستوع بإنتاج الفلاحين فهذه المشاكل كبيرة جدا لذا نرجو فتح معامل التعليم وفرة في الإنتاج وسوء في التخزين والتسويق هذا هو واقع حال أشجار العنب في كردستان العراق ما يؤدي إلى خسائر هائلة في كل موسم زراعي يوسف المندلاوي الحرة